دولياً حيث حاول عضون من الوفد الدبلوماسي المغربي المشارك في اجتماع الخبراء التحضيري لقمة تيكاد بي توكيو من الاعتداء جسدياً على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الافريقي الذي يشارك في هذا الاجتماع رفقة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد أمام مرأة ومسمع جميع الوفود وهذا ما أظهره مقطع فيديو تم تدوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعية وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية أنه حاول الدبلوماسي المغربي تسلل من خلف السفير الصحراوية أثناء كلمة الدولة المضيفة اليابان ليرتمي على اليافط التي تحمل اسم الجمهورية الصحراوية في محاولة لسرقتها قبل أن يمنعه السفير الصحراوي والدبلوماسيين الذين بجانبه من الدول الافريقية الصديقة ويسقط المعتدي أرضا